مهرجان فني غنائي بمناسبة عيد الفطري بالتعز المهرجان يستمر على مدى أيام العيد احتفاء بمطرب الأجيال أبو بكر السالم بالفقي تعد أهمية هذه الفعاليات إحيال محافظة تعز قونها محاصرة وتحتفي بالفنان أبو بكر السالم الفقي نشكر مكتب الثقافة لأنه يقيم مثل هذه الفعاليات في محافظة تعز المحاصرة بصراحة الشعب اللي هنا محتاج جدا لمثل هكذا حياة أو مثل هكذا فعاليات تنعش القوى وتنعش الناس تنعش تحسسهم بقوى العيد بصراحة أعتقد أنه ما فيش هنا حد مش مبسوط أو مش منتعش أو دخلت الفرحة حتى للبيوت من خلال حتى الصور اللي نشوفها هين أو الفيديوهات وهكذا المهرجان نظم تعبيرا عن الرفض الشعبي الواسع للإساءة المتعمدة بحق الفنان الراحل أبو بكر السالم التي أثارت حفيظة محبيه وجمهوره الكبير الواسع في الداخل والخارج اليمني وفي المهرجان تطرق المشاركون إلى السيرة الذاتية لعملاق الفن اليمني بالفقيه كما تم استعراض أعماله الفنية والغنائية لا سيما أعماله الوطنية اليوم تعز ومكتب الثقافة ونجومها وجمهورها يحتفون بأبي بكر سالم كما ينبغي ردا على الإساءة له ميتا وهو حي في قلوبنا وفي ضمير وبقدان الأغنية والتراث اليمني العربي العالمي هذا الأيقون الثقافية اليوم نحن نحتفي به في تعز ببرنامج كبير نقدم مدليهات بأغاني ككتيلات فنية متنوعة كما تضمن المهرجان مسابقات ترفيهية وذقافية متنوعة كمسابقة نجم الفصاحة للمبدعين من فيات الأطفال إضافة إلى القوائز النقدية والعينية التي تم رصدها وتوزيعها للجمهور التعزي الحاضر المشاركي بالمهرجان على مدى أيام عيد الفطر جمز مختار لقناة الغدنا مشرق